الأفاق والتحديات والكاتب في الشأن العراقي جاسم الشمري طالب المجتمع الدولي بدعم حكومة انتقالية في العراق تليها انتخابات نزيهة ومحاكمة جميع السياسيين الفاسدين يمكن أن ننطلق بالحلول العقلانية والجوهرية لمرحلة ما بعد سحب الاعتراف هذه المرحلة يمكن خلالها أن تكون حكومة انتقالية لا يمكن أن يكون فيها أي قاتل أو مجرم أو متهم بسرقة مال العراق هؤلاء يجب أن يقدموا إلى محاكم عراقية عادلة بدوره أكد الإعلامي العراقي عامر السام الرائي أن ثورة تشرين اندلعت ضد سلطة الأحزاب في العراق بسبب فقدان الأمل بتحسن الأوضاع لسيما بعد تصاعد نسب الفقر في البلاد وارتفاع معدل البطالة وانعدام الخدمات وتدهور الاقتصاد العراقي 35% من العراقيين تحت خط الفقر أقل من 5 دولار 6% معدل تعاطي الحشيش والمواد المخدرة بغداد في صدارة لها البصرة والنجف وديالة وبابل وواسط 9% عمالة الأطفال دون الخامسة عشر من العمر انتشار 39 مرضا ووباء أبرزها الكوليرا والشل الأطفال والكبد البيروسي وارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية إهمال مطالب الشعب أدى إلى اندلاع ثورة تشرين والتي هي امتداد للتظاهرات السابقة التي خرجت في العراق ضد الحكومات المتعاقبة وفساد الأحزاب بحسب ما أكده المحلل السياسي العراقي حسين السبعاوي الأولى هي رفض الهيمنة الإيرانية على العراق والثانية رفض إدارة الدولة على أسس طائفية والثالثة هو الفساد المستشري في العراق من القاعدة إلى الهرم علينا أن ندرك أنها هي نعم امتداد للتظاهرات السابقة في عام 2011 و2012 و2015 لكنها مختلفة هذه التظاهرات مختلفة لأن جميع التظاهرات السابقة إما كانت مطالب إدارية وخدمية وفئوية ومطالب وظيفية وإلى آخره لكن هذه التظاهرات منذ اليوم الأول أعلنت حنفسها لها مطالب سياسية أريد وطن ولديها مطالب سياسية في مواجهة الفاسدين القائمين على الحكم في العراق المشاركون أكدوا أن الحكومة تستمد قوتها من الاعتراف الدولي ودعم المؤسسات الدينية التي تدعو إلى التهدئة برغم كل الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب العراقي بصورة عامة والمتظاهرين والناشطين في التظاهرات بصورة خاصة وعلى الرغم من إجبار المتظاهرين رئيس الوزراء عدل عبد المهدي على الاستقالة نهاية شهر تشرين الثاني الماضي إلا أنهم يؤكدون استمرارهم في التظاهرات والاعتصامات حتى تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة ترجمة نانسي قنقر